آخر ما قدم الفنان سمير صبري مؤخراً كان كتاب بعتقد أنه كتب السيرة الذاتية بتقرأ أكتر بعد رحيل أصحابها للأسف يعني لكنه خلونا المهتم يعني أنه يقرأ حكايات العمر كله كان بيحكي فيه مذكراته الفنية ومشواره في عالم الفن وتقديم البرامج والفوزير والأجمل من ده كمان أنه لحد السنة دي زي ما بقول حضراته كده كان بيعمل الحاجة اللي بيحبها وكان بيعمل البرنامج الإباعي الأخير الفوزير اللي كان اسمها سمير بيكلم مين لحد شهرين فاته فإن كنا بنحزن لرحيله لكننا ممتنين لحياة مليانة بالإبداع والفن والعطاء الكبير المشهد اللي شايفينه ده على الشاشة كفكرني كمان بتقديمه للفنانة نيلي في مهرجان القاهرة السينمائي الأخير والشياكة والجمال والرقي اللي كانت بيتميز بها هذا الجيل